بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع أفاقها إلى مجالات أرحب بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام واستعرض رئيس الدولة والرئيس الأذربيجاني خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر زوغلوب الرئاسي في العاصمة باكو مستوى تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان في مجالات متنوعة تخدم التنمية المستدامة في البلدين كما شهدات تبادل مذكرة تفاهم وبروتوكول نوايا تهدف إلى توسيع أفاق التعاون بين البلدين حضر جلسة المباحثات التي أجريت بين الجانبان الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة والذي يضم كل من سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كما استقبل فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يقوم بزيارة الرسمية إلى أذربيجان وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة لدى وصول موكبه إلى قصر زوغلوب الرئاسي في العاصمة باكو مراسم استقبال رسمية يرافقه الرئيس إلهام علييف حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه بعدها عزيف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وأذربيجان ثم صافح سموه كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في أذربيجان